وبهذه المناسبة وجه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة برقية تعزيتنا اليوم الخميس إلى كافة أفراد أسرة الفقيد حسين أي تحمد معتبرا إياه قامة تاريخية بأبعاد إنسانية وسياسية أخذت لها مكانا واسعا في تاريخ النضال الجزائري بل في تاريخ كل حركات التحرر والانعتاق من ربقة الاستعمار في العالم وجاء في برقية رئيسي الجمهورية لقد شاءت إرادة الله أن يرحل عنا المناضل التاريخي العظيم والزعيم الوطني الصرف المغفور له وفقيد الجزائر الفذل حسين أي تحمد عطر المولى عز وجل ثراه وأكرم مثواه بعد نضال طويل ومرير في مقارعة الاستعمار داخل الوطن وخارجه